والمارت، واحدة من أشهر متاجر التسوق في العالم والتي بدأت قصتها خلال القرن الماضي في أمريكا صاحبها سام والتين وأول متجر له كان من الدرجة الثانية وفي الوقت الذي فشلت فيه الملايين من المتاجر الصغيرة نجح والتين في الاستمرار استراتيجيته ومثابرته كان سبب في ذلك إذ أنه اعتمد البيع بالتجزئة وبخصم في المناطق الريفية ولطالما أعاد ترتيب موظفي إن لم ترضيه النتائج بدوره عرف والتين بالجد والاجتهاد وكان يبدأ دواما على الساعة الرابعة والنصف صباحا عام 1962 افتتح والتين أول متجر والموت في روجرز أركنساس ولقى إقبالاً واسعاً لتتوالى الأرباح بعد ذلك بحلول عام 1976 أصبحت والموت شركة عامة تبلغ قيمتها 176 مليون دولار ثم أكثر من 45 مليار دولار في تسعينيات فأضحى سام ووتن أكبر بائع تجزئة في أمريكا للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today